مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات أرحب بكم عزيزاتي طالبات الصف الثامن في درس جديد لمادة العلوم رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع نواع متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة رسالة المدرسة تهيئة بيئة تربوية وتعليمية للوصول للريادة والإبداع عبر التعلم والقيم استخدام التكنولوجيا الحديثة وبشكل مناسب وفعال تنمية الطالبات علميا بدنيا وجدانيا تربويا لازمنا نتواصل عزيزاتي في الوحدة السابعة وحدة إنعكاس الضوء درسنا اليوم مع خصائص الصور المتكونة في المرآة المستوية الجزء الأول أذكر استخداما من استخدامات مسارات الأشعة المنعكسة عن مرآة مستوية تستخدم في استقصاء الإنعكاس واستنتاج قانون الإنعكاس إذن مسارات الأشعة التي تخرج عن مرآة مستوية تستخدم في استقصاء الإنعكاس واستنتاج قانون الإنعكاس على ماذا ينوص قانون الإنعكاس نعم ينوص على أن زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس عندما تقف أمام المرآة ماذا تلاحظين عن الصور التي تكونت عليها كيف تبدو صورتك أمام المرآة المستوية درسنا في الحصة السابقة عزيزاتي أن المرآة المستوية يسقط الشعاع وينعكس فيصنع زاوية سقوط هي التي تقع بين الشعاع الصاقط والعمود المقام على السطح العاكس وينعكس هذا الشعاع فيصنع زاوية تقع بين الشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس وهذه النقطة نقطة التقاء العشعة تسمى بنقطة السقوط وتعلمنا في الحصة السابقة عزيزاتي أن زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس وهذا ما يعرف بقانون الإنعكاس إذا سنتعرف اليوم عزيزاتي على استنتاج صفات الصور المتكونة في المرايا المستوية من خلال التجربة وأن نستنتج العلاقة بين قانون الإنعكاس والصور التقديرية في المرآة المستوية شاهد هذا الفيديو لمدة ثلاثة دقائق عزيزاتي لنقوم باستقصاء الصور المتكونة في المرآة المستوية ولتستعيني بالكتاب صفحة 127 اسم التجربة صفات الصور المتكونة في المرآة المستوية الهدف من التجربة التعرف على صفات الصور المتكونة في المرآة المستوية عناصر الأمن وسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند استخدام الدبابيس أدوات التجربة مرآة مستوية دبابيس ورقة بيضاء مثبتة على لوح كرتون مصطر قلم خطوات إجراء التجربة نرسم خطاً وفقياً في منتصف ورقة بيضاء نثبت المرآة المستوية رأسياً في وضع عمودياً على هذا الخط نثبت دبوس ألف رأسياً أمام المرآة بحيث أنه يمثل الجسم ننظر من أحد جانبي الدبوس ألف إلى صورته في المرآة ثم نثبت دبوسين ب جيم بحيث يكون على استقامة واحدة مع صورة الدبوس ألف ننظر من الجانب الآخر للدبوس ألف ونثبت الدبوسين دال هاء بحيث يكون على استقامة واحدة مع صورة الدبوس ألف نحدد مكان الدبابيس ونرفع الدبابيس والمرآة المستوية نرسم مستقيماً يمر بمواضع الدبوسين با جيم وآخر يمر بمواضع الدبوسين دال هاء يتقطع امتداد المستقيمين با جيم ودال هاء عند نقطة تمثل صورة الدبوس ألف فتحة نصل موضع الجسم بموضع الصورة فيتقطع مع خط المرآة في ميم ويكون عمودياً عليها نقيس المسافة ميم ألف ميم ألف فتحة فنجد أن المسافتين متساوية النتائج إن المرآة المستوية تكون للجسم الموضوع أمامها صورة معتدلة تقديرية غير حقيقية معكوسة بعدها عن المرآة مساوي لبعد الجسم عن المرآة وطولها مساوي لطول الجسم كما أن المستقيم الواصل بين الجسم وصورته عمودي على الصطح العاكس إذن كما شاهدنا عزيزاتي في الفيديو خصائص الصور المتكونة على المرآة المستوية إذن لدينا هذا النشاط صفحة 127 لنقوم بحل الأسئلة التابعة لهذا النشاط مع المحافظة على مكان المرآة قسم موضع كل من الجسم والجسم الثاني اللي هي الصورة خلف المرآة وذلك بعد المربعات أو أنه ممكن أن نقيص بالمصطرة سجل ذلك على ورقة هل تستطيع التفكير بقاعدة بسيطة تربط بين الموضعين كما لاحظنا في الفيديو أن صورة أن بعد الصورة هو نفس بعد الجسم عن المرآة استخدم المصطرة لقياس طول الصورة وقارنيها بطول الجسم ماذا ستستنتجي وأنظري إلى الجسم وصورته من زوايا مختلفة هل بقيت قاعدتك صالحة وغيري من طريقة تموضع الجسم فإذا كان شمع مثلا ضعها بشكل أفقي على الطاولة هل بإمكانك وضع الجسم الثاني في المكان الذي يجب أن تظهر فيه الصورة وهل بإمكانك لمس الصورة التي تشكلها المرآة المستوية إذن عدد المربعات عدد بعد الجسم هو نفس عدد مربعات بعد الصورة أو نفس المسافة التي تم قياسها في الفيديو الدبوس الذي يمثل الجسم ونقطة التقاطع التي تمثل الصورة كانت متساوية عند استخدام المسطر أيضا اتضح أن بعد الصورة وطول الجسم متساويان أن الطولان متساويان انظر إلى الجسم وصورته من زوايا مختلفة هل بقيت قاعدتك صالحة وغيري من طريقة تموضع الجسم فإذا كان شمع مثلا ضعها بشكل أفقي على الطاولة هل بإمكانك وضع الجسم الثاني في المكان الذي يجب أن تظهر فيه الصورة؟ نعم يمكنني وضعها ولا وذلك لأن بعد الجسم على المرآة هو نفس بعد الصورة عنها أو عن المرآة إذا إذا غيرنا موضع الجسم فسوف تصهر الصورة بنفس موضع هذا الجسم كل من غير موضع الجسم أو مكانه من مكانه إلى مكان آخر ستصهر الصورة في نفس الموضع الجديد الذي تم تغييره للجسم إذا هل يمكنك لمس الصورة التي تشكلها المرآة المستوية؟ لا يمكن لمس هذه الصورة لأنها صورة تقديرية تكونت من انتداذات الأجعاء المنعكسة لدينا سؤال صفحة 127 يعرض الشكل 719 أربع رسومات لجسم يقع أمام مرآة مستوية يختاري الأشكال التي توضح الصورة المنعكسة بالشكل الصحيح الشكل C يعكس الصورة المنعكسة بشكل صحيح حيث أنها البعد بالنسبة للجسم مساوية للبعد بالنسبة للصورة في المرآة ما تعلمنا؟ أن الصورة المتكونة في المرآة المستوية تكون صورة تقديرية تقديرية أي غير حقيقية لأنه لا يمكن استقبالها على حائل خلف المرآة أي صورة تتكون من انتدادات الأشعة هذه الصورة لا يمكن استقبالها على حائل فتسمى بالصورة التقديرية أو الصورة الخيالية إذن افتح الكتاب صفحة 128 لديك النشاط الثاني ما العلاقة بين قانون الإنعكاس والصورة التقديرية في المرآة إذن أجيبي على الأسئلة لنعرف ما العلاقة بين قانون الإنعكاس والصورة التقديرية في المرآة نستعين بالكتاب صفحة 128 وانظري إلى طول الأشعة المنعكسة من أين تبدو الأشعة المنعكسة قادمة؟ الأشعة المنعكسة تكون قادمة من خلف المرآة إذن في الشكل 722 انظروا بدقة إلى كيفية إنعكاس كل شعاع في المرآة هل يخضح كل من هذه الأشعة إلى قانون الإنعكاس؟ نعم، يخضع لقانون الإنعكاس حدد المكان الذي ستتكون فيه صورة الجسم أمام المرآة أم خلف المرآة؟ طالما أن المرآة مستوية فإن الصورة ستتكون خلف المرآة وتكون صورة تقديرية للجسم أو غير حقيقية لأنها تكونت من امتدادات الأشعة من خلف المرآة في الشكل 727 أرسمي صورة الجسم بالإنعكاس عن المرآة إذن لدينا هذا السؤال رقم 3 صفحة 131 هذا الجسم تم وضعه أمام مرآة مستوية لنرى كيف ستتكون هذه الصورة خلف المرآة لنقوم رسم الأشعة على امتداد أعلى وأسفل أسفل الجسم هي أشعة تسقط على المرآة امتدادات هذه الأشعة هي التي تكون الصورة التقديرية التي تقع خلف المرآة وتكون هذه الصورة مساوية للجسم في البعد إذن بعد الجسم عن المرآة هو نفس بعد الصورة عن المرآة وهذه الصورة الخيالية لا يمكن استقبالها على حائل لأنها ناتجة من امتدادات الأشعة المنعكسة خلف المرآة المستوية وأيضا تسمى صورة تقديرية لدينا عزيزاتي سؤال ثلاثة وأربعة صفحة 129 استخدمي قانون الإنعكاس لرسم الشعاع المنعكس لكل من الشعاعين الساقطين المرسومين في الشكل 7-22 وارسمي امتدادات الأشعة المنعكسة في السؤال 2-3 إلى خلف عبر المرآة أثبت أن صورة الجسم ستكون على مسافة X مباشرة خلف المرآة إذا لدينا عزيزاتي مرآة مستوية جسم سقط الشعاع على هذه المرآة وهذا الشعاع الساقط لنرى كيف ستكون هذه الأشعة في حالة الإنعكاس إذا استخدمي قانون الإنعكاس لرسم الشعاع المنعكس عن الشعاعين الساقطين هذا الشعاع ساقط وهذا الشعاع ساقط هذا هو بعد الجسم على المرآة نريد أن نرسم الصورة المتكونة الخيالية خلف المرآة ونثبت أن بعدها على المرآة هو نفس بعد هذا الجسم على المرآة X إذا هذا هو المراقب أو العين يتم عكس الشعاع الأول إذا هذا هو الشعاع المنعكس الأول وهذا هو إنعكاس الشعاع الثاني إنعكس الضوع للعين امتدادات هذه الأشعة المنعكسة تكون الصورة التقديرية خلف المرآة عند قياس المسافة بين بعد هذه الصورة والمرآة يتضح أنها مساوية لبعد الجسم إذن تعلمنا أن الصورة المتكونة في المرآة المستوية تكون صورة تقديرية لأنه لا يمكن استقبالها على حائل وبعد الصورة المتكونة عن المرآة المستوية تساوي بعد الجسم عن المرآة تقع الصورة المتكونة في المرآة المستوية خلفها لأنها أصلا تتكون من انتدادات الأشعة المنعكسة تظهر الصورة المكونة في المرآة المستوية وكأنها تتطابق مع الجسم نفسه إذن بعدها نفس بعد الجسم وهي صورة خيالية ولكنها تظهر كأنها تتطابق مع هذا الجسم إذن لدينا سؤال من تقويم الوحدة وضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي قام طالب بدراسة الانعكاث أي من العبارات التالية يصف مسار شعاع الضوء المنعكس بشكل صحيح أولا مصدر الضوء الشعاع المنعكس المرآة الشعاع الساقط الملاحظ أم مصدر الضوء الشعاع الساقط المرآة الشعاع المنعكس الملاحظ أم مصدر الضوء الشعاع المنعكس المرآة الملاحظ الشعاع الساقط أم مصدر الضوء الشعاع الساقط المراقب المرآة الشعاع المنعكس إذن دائما مصدر الضوء ينتج عنه شعاع صاقط ثم شعاع منعكس ثم المراقب أو الملاحظ إذن مصدر الضوء الشعاع الصاقط نعم شعاع صاقط على المرآة شعاع منعكس وملاحظ